نبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا المهدي الذي سيخرج في آخر الزمان يوافق اسمه اسم الرسول صلوات الله وسلامه عليه واسم أبيه يوافق أيضا اسم أبي النبي صلوات الله وسلامه عليه وقد وصفته الأحاديث الصحيحة بأنه أجلاء الأنف أجلاء الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض عدلا بعد أن ملأت جورا وظلما واردت فيه أحاديث صحيحة تبين هذه الأوصاف التي أخبر بها نبينا صلوات الله وسلامه عليه وإخواني في البداية أقول هذا كائن لا محالة لأن الله يفعل ما يشاء سبحانه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون فنحن لا نستغرب ذلك وسيأتي كلام عن المهدي وسنرد على المنكرين له وغير ذلك والأقوال في ذلك ولكن أنا أركز الآن على أنه يجب علينا أن نؤمن بذلك وأن نصدق به لخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وهو حق فالنبي عليه الصلاة والسلام مرسل من قبل الله والله يوحي إليه بأمره ما يشاء فما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام واجب علينا التسليم له ونحن نتكلم عن المهدي وأمر غيبي سيقع بعد إن شاء الله تبارك وتعالى إليكم الأحاديث التي وردت في خروج المهدي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تأمل هذا صحابي جليل له عبد الله بن مسعود يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام وكتب السنة الصحيحة أخرجت ذلك فيما قاله أو تنسب ذلك إلى ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في المهدي لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب الرزل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمه رواه الترمذي وأبو داود هذا الحديث هكذا جاء وهو صحيح نبي عليه الصلاة والسلام بيقول لن تقوم الساعة أو لن تذهب الدنيا حتى يملك الرزل اسمه يواطئ اسمه يعني اسم محمد واسم أبيه يواطئ اسمه أبي يعني اسمه عبد الله محمد بن عبد الله يملك الناس ويتأمر عليهم وفي رواية لأبي داود له صاحب السنن أنه قال لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قصطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما واستمعوا إلى هذا الحديث أيضا لرات أم سلمة زوج النبي صلوات الله وسلامه عليه عن النبي عليه الصلاة والسلام وفيه يقول المهدي من عطرتي من ولد فاطمة وقد روا هذا الحديث أبو داود وابن ماجة والحاكم الشيخ الألباني رحمه الله ذكر أنه حديث صحيح وأيضا حديث آخر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المهدي من أهل البيت يصلحه الله في ليلة وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة في سننه كما روا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال لو لم يبق من الدهر إلا يوم لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملاه عدلا كما ملئت جورا هذه الأحاديث يا إخواني كلها تبين أن هذا أمر سيقع وقد أخبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه قد يقول بعض الناس نحن لا نأخذ هذا الكلام من أحاديث حتى ولو كانت صحيحة لأنها مسائل غيبية يجب أن يأتي بها قرآن كريم أو سنة متواترة أقول يا إخواني هذا في الحقيقة ضرب لدين الله عز وجل فكل ما ثبت صحته عن النبي صلوات الله وسلامه عليه لابد من الأخذ به كل ما ثبت صحته عن الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه لابد من الأمن إلى الأخذ به والله تبارك وتعالى هو الذي أمرنا بذلك قال تعالى وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ولذلك يجب أن نتكلم عن مرتبة الأحاديث درجتها درجة الأحاديث الواردة في المهد لأن الناس يختلفون فيها كثيرا وبعض أهل البدع أنكروا مثل ذلك ولم يسلموا للأحاديث الصحيحة الواردة في هذا عن النبي صلوات الله وسلامه عليه